اشتركوا في القناة اول عنصر الاساسي يربط في دارة المحرك وهو قاطع عازل مع الفواصم وضيفة قاطع العازل مع الفواصم قطع وفتح يدويا الجيل العنصر الثاني الذي يأتي بعد سكس يونير كي واحد هو الملامس سؤال لماذا سميته بك ام 21 يجب علي الذهاب الى جدوى الاختيارات فقال لنا ام 2 محرك لا تزامن ثلاثي طور يدور باتجاهين الاتجاه الاول يتحكم في كا ام 21 والاتجاه الثاني كا ام 22 وانا بدأت بكا ام 21 وبعد الاكمال سوف اضيف كا ام 22 ما هو اضيفة كا ام 21؟ واضيفة كا ام 21 فتح وغلق آلية عن طريق دائرة تحكم او عن طريق دوائر التحكم التي توجد فيها الوشع بعد الملامس يأتي المراحل حراري المراحل حراري قمت بتسميته اتي لماذا سميته اتي انطلاقا من جدوى الاختيار قال لي اتي هو مراحل حراري لحماية محرك ام 2 لذلك مثل هذه الامور ركزوا عليها جيدا فهناك اشخاص يأخذون عشرون وهناك اشخاص يأخذون 19 18 رغم انهم اجابوا على كل شيء طريقة صحيحة لكنهم نسيوا هذه الامور البسيطة بعد المراحل اعتي يأتي المحرك وهو ام 2 ضروع فاز اغريق وشو معناتها بمعنى اقلاع نجمي اقلاع مباشر اقلاع نجمي هل انهيت التركيب لا هذه دارة استطاعة لمحرك يدور اتجاه اي دارة استطاعة مصممة بهذا الشكل اي محرك بقي لنا كام 22 بما ان محرك يدور اتجاهين في هذه الحالة نصم كام 22 بهذا الشكل حيث كام 22 نبدأ في التماس الاول نربطه بالطور الاول ونهايته نربطه بالطور الاول هنا لم افعل شيئا اما من التماس الثاني والتماس الثالث سوف اقلب بينهما وانتم تعلمون لعكس اتجاه دوار المحرك يجب علينا عكس احد الطورين وبالتالي التماس الثاني كما تلاحظون بدايته في الطور الثاني ونهايته في الطور الثالث اما التماس الثالث بدايته تكون في الطور الثالث اما نهايته في الطور الثاني وفهنا قمت بعكس الطورين ولك تستطيع فعل ما شئ تعكس ما بين طور الأول والثاني طور الثاني أو الثالث طور الأول أو الثالث كما يحلو لك أنت شكرا لكم على الإصغاء وأتمنى لكم التوفيق في المادة هندسة كهربائية وأتمنى لكم التوفيق في كل المواد وإن شاء الله إن شاء الله العلامة الكاملة في المادة هندسة كهربائية وعلمات رائعة في باقي النواة في رعاية الله وحفظه وملاقات الخير إن شاء الله في مناقشات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته